موسيقى ازاييرك جماعة واهلا بكو في فيديو اسئلة جديدة وكالعادة طبعا كل اسئلة ما نجاوب عليها في الفيديو ده متاخدة من الكومنتات بتاعت فيديو الاسئلة اللي فات فلو عندك اي سؤال انزل دلوقتي قبل ما نكمل الفيديو اكتب السؤال بتاعك في كومنت تحت الفيديو ده علشان نجاوب عليه في فيديو الاسئلة الجاي وبالتأكيد طبعا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك نزل تشترك في القناة لو انت مش مشترك علشان ما يفوتكش اي حاجة من الحاجات الجمدة جدا ان احنا بنعملها على القناة ولا بينا بقى نبدأ مع اول سؤال محمد بيقول كنت بوصل ديش فوق العمارة الامر تاني كرينايل سات حد من السكان يزلي وفكر ان موصل الانت فضائي وقال الحكومة جات قبل كده مسكتنا لان حد كان موصل انترنت فضائي قبل كده فهل فعلا الانترنت الفضائي ممنوع في مصر وهل ينفع فعلا استقباله على طبق ديش الانترنت الفضائي طبعا ممنوع في مصر ومش اي حد ينفع ان هو يستقبل الانترنت فضائي لان الانترنت الفضائي زي ما احنا عارفين موجود دلوقتي وفيه شركات بتقدمه عن طريق امار صناعية بس هو طبعا لا يعتمد عليه تماما لانه بيبقى بطيق جدا وبيبقى البنج فيه عالي جدا غير طبعا بتاع ستارلينك وإيلون ماسك وكل ما احنا كلمنا عليها بعد كده ده فالانترنت الفضائي القديم مسموح بي بس للشركات اللي كانت موجودة في الصحراء بموافقات كتير وهي كتير جدا علشان يقدروا يشغلوا المقضوه ده بشكل رسمي لكن الافراد العادية فالانترنت الفضائي طبعا ممنوع تماما ومنصحش اي حد يعمل كده لانه هو هيتمسك على طول يعني المقضوه مش هيلحق اصلا يركب الطبق طيب هل ينفع استقباله على طبق ديش؟ اه ما هو اصلا الانترنت الفضائي القديم اللي هو قبل بقى الاختراع بتاعة ايلون ماسك وستارلينك ووان ويب والحاجات دي كان الانترنت الفضائي اللي هو برضو ما زال شغال دلوقتي للشركات تاعة البترول وشركاتها في المحيط وفي الصحراء وكده هو بيستقبل بطبق ديش عادي جدا مش بالاجهزة الجديدة اللي موجودة دلوقتي زيتاعة ستارلينك اللي اختلاف بس عن طبق ديش ان هو بيبقى فيه فرق في الانتنة الانتنة اللي هي بتوع ديش بيسموها القطعة او العدسة ديت بتبقى مختلفة بلاية تصميم مختلف عشان تبقى شغالة سند ورسيف لان الانتنة العادية بتاع الطبق ديش بتاعنا ديت بتبقى رسيف بس تستقبل القناة بس انما انت بتبقى طبع الانترنت بيعتمد على دونلود وابلود فبيبقى لازم ليه انتنة مختلفة فخلاصت السؤال ده محدش يفكر يستخدم الانترنت الفضائي في مصر بالطرق التقليدية القديمة بتاعة الشركات لان ده ممنوع تماما ومش للافراد اصلا وغالي جدا ولا يسطح للاستخدام بتاعنا بتاع الانترنت بقى سوشيال ميديو والحاجات دي بطيء جدا دي استخدامات محددة يا ده اشرب بيقول الفايبر لو اشتركت فيه حالين هيكون تماما ولا هقابل مشاكل لما سألت ناس عالجروب لقيت اللي بيقول اللي اشترك والفن جاله بس لسه مجاش الراوتر واللي بقى له اكتر من اسبوعين الفن مجالوش وفيه طرف تارة الفن جاله والراوتر تركب بس وي مش عارفة تعمل اللي فتي تقيتش في مصر مش تمام خالص دلوقتي هو تمام لو الخن ما ركبت عندك واشتغلت كسرعة هتلاقيه ممتاز معاك وبينج زي الفن انما ان هو يركب اصلا فالموضوع ممكن ياخد وقت طويل جدا على ما هم يجوا وراكبه لك بعد ما تشترك وتدفع الفلوس ولو حصرت عندك مشكلة حرفية ممكن تقف بالايام والاسابيع والشهور على ما تتحلم فهو الدنيا لسه مش مستقرة لان الموضوع لسه في اوله ولسه مش كل الفنيين يعرفوا النظام ماشي ازاي وتعودوا عليه عشان يبقى سهل بالنسبة لهم في الصيانة وعد الفنيين حتى اللي بيشتغلوا الفتي تيتش بيبقى قليل جدا وفيه سنترالات مفهاش ناس شغال الفتي تيتش فبيبعتوا يجيبوا ناس من بره من سنترالات تانية عشان تحل الاعطاء دي فالموضوع يعني لسه في بدايته ولكن في الفترة الجاية انا متأكد ان الموضوع سيبقى سهل والعطاء بتحل تاني يوم زي الانترنت الارضي العادي هي الخطوط النحاسية الفيديو اسيل والتركيب بتاعه برضه هيبقى اسرع زيزو بيقول السلك بتاعي يعني اسماشي في الحيطة مع سلك الكهرباء هل ده غلط؟ بص يا زيزو علميا ده غلط طبعا عمليا مش في كل الحالات بيأثر يعني ارى الخط بتاعك قوي جدا وشغل تمام ومفوش والكابينة قريبة منك والدنيا تمام فهو مش هيأثر عليك اصلا في اي حاجة انما لو الخط بتاعك اصلا ضعيف وشغل بالعافية واي حاجة ممكن تأثر انت يدوب بس مشغله فهيأثر اه هيبقى فيه نسبة من التأثير انه ممكن يعمل عندك عدم استقرار ممكن يعلي عندك النيز شوية ماجيك سبورت بيوريس ذاك يا نيس انا عايز اغير سلك الخط الارضي اللي جاي من البوكس ومفيش قدامي في السوق غير كات 6 ينفع وصل السلك عادي برغم انه 8 سلوك والفان هيوصل كات 6 عادي ولا هيقول لي لازم السلك العادي ده بتاع النت وما ينفعش حرارة لا الفان هيوصل لك عادي مش هيقول لك حاجة والسلك انه هو 8 اطراف ممكن توصل طرفين بس وستة ما تستخدمه مش او ممكن تدمج اربعة مع اربعة وتوصلهم بس من صحقش طبعا ان انت تعمل كده لان من تجربتي انا فبقى اضعف من السلك اللي هو بتاع التليفون الارضي لان سلك التليفون الارضي ببقى النحاس بتاعه اقوى من الكات 6 خاصة ان معظم الكات 6 اللي موجود عندنا هنا في مصر مش بكواليتي عالية اصلا يعني انت ممكن تجيب المتر ب 2 جنيه 3 جنيه فهو اصلا لو انت جايب كات 6 نضيفه مظبوط المتر مش هقل عن 15 جنيه او 20 جنيه لان اصلا سعر الكارتونها نفسها بيبغالي جدا ده في الكات 6 الاصلي فما انصحكش بكات 6 خالص انا بنتجربت انا فرق معايا من البوكس اللي عندي لما جربت في حوالي 7-8 ميجا قلت فرجعت تاني للسلك النحاس اللي هو بتاع المصاري للتصارات بقى في محلات الكهرباء على سلك سويدي بس يعني اهم حاجة انت تلاقيه اصلا دي تيك بيقول ممكن اعرف ليه عندك نزامين انترنت واحد هوم 4 جي والتاني عادي 140 بتاع ويه ليه ما تعملش باقة واحدة كبيرة بسرعة عالية وشكرا عشان الابلود طبعا انا لما باجي ارفع فيديو بالنسبة للانترنت الارضي فاقصة سرعة ممكن اصلاح ليها 70 ميجا ب7 ميجا ابلود انما الهوم 4 جي بيوصل معايا دلوقتي ل30 ميجا ابلود واكتر كمان فانا برفع الفيديو بيبقى 4K مساحته بتبقى فرينجي ل10 جيجا فبالتالي انا محتاج قبلوت قوي لان هنا في الفور جي برفع مثلا الفيديو في نص ساعة في 40 دقيقة هناك الفيديو بيقعد مثلا بالخمس وست ساعات محمد درويش بيقول اني سان عندي مشكلة دي شركة فودافون مش مدعمة دمج المكالمات غير لما تعمل نظام خطك فاتورة بربعمائة جنيه مع العلم بقى الشركات معايا شغالة مع اي نظام حتى لو المكالمة نظامها 14 ارش للأسف فعلا فودافون وورنجي مش مدعمة دمج المكالمات على البري بيد انما شغالة على البوست بيد عادي جدا ويواتصالات شغالة على البوست بيد والبري بيد تفسيري للموضوع ده هو ان هم عايزين يميزوا البوست بيد اللي هو بقى فودافون ريد والحاجات دي ان هي تبقى مميزة بحاجة معاينة فان انت مثلا تروح تشترك فيها او كده نفيش من وجهة نظر تفسير تاني غير كده مو من محمد بيقول لي انيسوا صحيح صورة الابلود بيكون بطيقة بساب نوع الراوتر لو صحيحة انصحني بأنهي راوتر انا عندي راوتر HG531V1 اكيد طبعا صورة الابلود بيكون بطيقة بساب نوع الراوتر لو انت راوتر عندك قديم زي اللي انت وطلع عليه دوت وهو ADSL انت لازم تجيب راوتر VDSL لان راوترات الADSL بيباخيرها واحد ميجا في الابلود وفي بعض الحالات اثنين ميجا حتى لو الخط عندك قوي جدا نعمل VDSL طبعا بيوصل معاك صورات الابلود على من كده ممكن توصل ل30 ميجا او اكتر كمان او في العادي يعني الافريج ممكن توصل ل10 ميجا عند موزم النقس فانصحك انت تغير الراوتر بتاعك لراوتر VDSL انصحك لو انت عايز راوتر كويس جدا بالVR400 تيبي لينك عمان عنه فيديو على القناة اكتب بس كده محمد انيس تيبي لينك VR400 راوتر ده رهيب يا جماعة واكتر راوتر حتى الان بنصح بشراء كورا بيقول السلام عليكم عاوس تطبيقى قدر من خلال اتحكم في الواي فاي وانا بعيد عن البيت ومش عمل اتصال بشبكة الواي فاي وانا بستخدم راوتر وي وشكرا مقدما متابع جديد للأسف عشان تتحكم في راوتر بتاعك من بار البيت فلازم يكون راوتر بيدعم حاجة زي كده زي راوترات تيبي لينك مثلا اللي فيها خدمة الكلاود فانت بتضيف عليها الابليكيشن بتقدر تقدر تفتح الراوتر من بار البيت انا من وجهة نظري تجيب طبعا راوتر من باره وانصحك برضو زي ما جاوبنا كده في السؤال القابل ده بلتيبي لينك ال فيها ربعمية راوتر محترم جدا ولو شفت الفيديو هتفهم الراوتر ده عاجبني ليه ومش تحتاج تغيره قبل سنين نعيم بيقول هل شركة فيدافون هتخرج من مصر ولا مكملة سمعت ان في قضية مرفوعة انهم عايزين يلغوا فيدافون خالص من مصر هل ده صحيح؟ العضاية المرفوعة دي في شينك يعني مش توصل لحاجة في الاخر ومالهاش علاقة بان فودفون اصلا عايزة بيحصيتها في مصر وتخرج من السوق المصري فودفون عايزة بيحصيتها في مصر ليه؟ هو انا كأكيد يعني معظمنا عارف السبب وهو ان هي في صعوبات بتواجهها هنا في مصر خصصا ان هي مش قادرة تمتلك حاجة في البنية التحتية وتدفع تكلفة كبيرة جدا عشان تشغل الابراج بتاعتها ويبقى الكابلات اللي بتوصل للابراج لازم بتدفع لها ايجار او رسوم للمصر الاتصالات وتدفع ايجار البرتقاط داخل الانترنت الارضي عشان تشغل عملاء على الانترنت الارضي ففيه ضغوط كتير جدا وعشان حتى يبنوا برج جديد فبيعودوا سنة بياخدوا في التصريح والشبكة عندهم بقت بايزة وبقى عندهم مشاكل سبب ان هما مش قادرين ينفسوا في مصر زي ما بينفسوا بره ومحاقيقين ناجحات بره مصر رهيبة جدا فهي عاز تخرج من سوق المصر بس هل فعلا الصفقة دي هتتم ولا لأ هنعرف هنعرف الشهر ده ايه اللي هيحصل الديسوي بيقول اين مراجعت بلينك VR600 version 3 AC 2100 الذي وعدت بها قريبا ان شاء الله لا يعني هو في الخطة بس لفترة الفات ديات اتشغلت بكام فيديو بحاجات كتير جدا فتأخرت مراجعة VR600 ولكن انتظروها هتنزل قريب جدا 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 عمر السبع بيقول ليه هاتف اوبوفايندين مقاس شاشته الخارجية خمسة ونص انش والداخلية سبعة واحد انش مش المفروض تبقى 11 انش وشكرا بص انت مش معنا انت عندك شاشة مثلا خمسة ونص انش وفتحتها بقى الدعا في المساحة يبقى دي 11 انش لا الانش مش بيتقاس كده الانش بيتقاس بالزاوية كده يعني مثلا انت عندك موبايل فهو بيجي كده بزاوية من هنا الهنا وبالتالي انت تقدر تيسل انش عن طريقة الزاوية دي فلما يكون مثلا عندك شاشة خمسين انش وعندك عشر موبايلات كل موبايل خمسة انش لو حطيتم كلهم كده في مربع هتلاقيهم ما يجوش ربع الشاشة لان انت كل ما بتزاوية الانش المساحة بتتضعيف اكتر زي ما انت اقول لكده خمسة ونص انش لما بيتضعفه بيبقوا سبعة انش مش عشر انش السؤال اللي بعد كده من راجب بيقول لي عايز اشترك في الجروب بيقول لي انتظر المراجعين لما يوافوا على الطلب بقى لي كتير بصي راجب علشان تخوش جروب انترنت community ايجيب تفلزم الاكاونت بتاعك يكون عد عليه سنة لو الاكاونت عد عليه سنة فهو تلقائي بيخش لوحده وبمتنتظرش المراجعين ان هم يوافقوا عليه او الادمنز ان هم يوافقوا لك انت تخوش جروب انما الاكاونت بتاعك كده بالتأكيد ما عداش عليه سنة فبالتالي بيفضل هو معلقك لحد ما يعدي عليه سنة لان الادمن مش بيقبل الاعضاء الجديدة لان هو عارف ان الاعضاء الجديدة هتقبل لوحدها لو معاديها سنة فمجرد ما بيعدي على الاكاونت تاك سنة الاكاونت بيخش جروب عادي جدا وبيشتغل طبعا احنا عملنا الموضوع ده علشان الاكاونتات الفكر كان بتخش والاسبام وكده لما بيكون معادي عليه سنة فده بيبقى بنسبة كبيرة جدا اكاونت حقيق السؤال اللي بعد كده من مناوعات جيمر بيقول هل بقتل اي بيتي فيها اتوفر في اورنج والشركات التانية ولا وي زي عادتها بتاخد كل حاجة لنفسها بس واحد مش فكرة وي بتاخد كل حاجة لنفسها لان ما فيش حاجة تمنع الشركات التانية ان هي اتقدم خدمة زي دي بس كل فكرة ان وي اصلا في الاساس شركة انترنت ارضي فهي مركزة على انترنت الاردي جدا وانه هي تقدم في خدمات اكتر نما التلال الشركات البقين هم اصلا شركات موبايل والانترنت الاردي عندهم حاجة اضافية فهما بس فكرة ان هما يقدموه لكن مش عايزين او مش في دماغهم ان هما مثلا يطوروا او يعملوا في حاجة لانه ايه زي ما انت عارفين هي الشركة الاساسية اصلا الانترنت والخطوط الارضي فاتلاقي عمالها تعمل مثلا اي بي تي بي تعمل قسمي للجيمينج تعمل روتر دويل باند حاجات دي كلها الشركات مش متفكر فيها ايه كل وجهة نظرها عايزة تشغل الانترنت خلاص فنا تمنى انا تمنى بيتي الشركات تركز وتقدم لنا حاجات متطورة اكتر خدمات اكتر في الفترة الجاية السؤال اللي بعد كامل ياسين بيقول ايه الحل الادمان الانترنت والاجهزة وكيف بتصرف عند مراحظتك لذلك الشيء على نفسك بص اقول لك تجربتي انا انا لقيت الحل الوحيد ان انا انظم اليوم بتاعي واكتب الحاجات اللي ورايا يعني انا مثلا ورايا اكتزا انا نظم مثلا اسبوع كله ورايا بكرة كذا بعده هعمل كذا النهاردة هعمل كذا فلما يجي اليوم بعمل الحاجات اللي ورايا الاول وبعد كده بقى طول ما انا فاضي أقعد بقى امسك الموبال انشاء الله ع عشر ساعات في اليوم طول ما انا algunas حاجات طبعا الحاجات مبتكررش او ما بتحصلش اصلا بس يعني بالوقت اللي انا فاضي فيهية امسكي الموبال بس اخلص الحاجات اللي ورايا الاول اللي انا كاتبها طول ما انا وراي تاسك معين ما اعملش اي حاجة غير لما اخلصه لان انا لو اعدت اعمل اي حاجة ملهاش لازمة وانا وراي حاجة ببقى متضايق وارفان ولا ده انا وراي فخلص اعمل اي حاجة تانية وانا مسترية فاكتب كده الحاجات اللي وراك واعمل حسابك ان انت طول ما حاجة دي مكتوبة وانا تعملش حاجة تانية لما تخلصها كده وتعمل جنبها صح اسماعيل بيقول لي ما فيش في مصر غير راوترات تيبي لينك مع ان فيه شركات كتير واسمع ان تيبي لينك مش الاقوى ولا الاولى عالميا بص تيبي لينك في اخر 3-4 سنين بقى تستهدف الكونسيومرز بشكل كبير جدا في العالم كله ونسبة مبيعاتها بقت اكبر بكتير جدا من زمان وبقت من اكبر الشركات اللي بتعمل مبيعات في الانترنت المنزلي او الاجهزة المستخدمة للكونسيومرز في العالم مش البيزنس البيزنس طبعا في شركات تانية هي المتفوق عليها بكتير فتيبي لينك حقققت نجاح قوي جدا وبقالها مبيعات كتير جدا في الراوترات والاجهزة اللي احنا مستخدمها في البيت وده من وجهة نظري شايف ان هو بسبب السوفتوير يعني حاليا فيه شركات في مصر انت بتقول ما فيش على تيبي لينك لا فيه في دي لينك وفيه شركة مثلا تانية او شركتين بس ما بيبقوش ومحدش بيسمع عنهم لان حتى انا مش هكلم عنهم ان انا مش هجيب لك راوتر ما فيهوش سوفتوير ما فيهوش حاجة يعتمد عليها سعره غالي جدا تيبي لينك انا معرفش ازاي بتعمل اسعار دي اسعارها قوية جدا وكويسة جدا وفي نفس الوقت الكواريت بتاعتها في الهارد وير كويسة هي مش اجمد حاجة طبعا في حاجات اجمد منها ولكن في السوفتوير حرفيا انا مشوفتش احسن من سوفتوير بتاع تيبي لينك في العالم كله هي من وجهة نظري افضل شركة بتعمل سوفتوير للراوترات بتاعت الانترنت المنزلي في العالم فده اكيد هو المحالة النجاح ده واللي خلاها انتشرت واتشهرت في العالم كله في الفترة الاخيرة يوسف بيقره ازاي كيانيس هل الراوتر ممكن يقل الفيروسات تضر الاجهزة اللي متوصلة بيه ولو ده فعلا ممكن احافظ على الراوتر ازاي ويريت عايز ويبسايت اشاهد من عاليه افلام ومسلسلات غير ايجي بسط وشكرا الراوتر نفسه مش ممكن يقل الفيروسات للاجهزة بتاعتك او يضرها او يعمل اي مشكلة الا طبعا لو انت قافل فايرول وحد عارف العبيب بتاع الراوتر بتاعك وبيحاول بقى يأكسس عليه من بره مش الراوتر نفسه يعني حد هيبقى هو اللي بيعمل فيك كده لو انت قافل فايرول انما اللي ممكن يضر الاجهزة طبعا هو ان انت يبقى فيه موبايل من الموبايلات الموجودة او كمبيوتر من الموبايلات الموجودة عندك في البيت متصر بنفس الشبكة وهو عليه اصلا الفيروس او في حد داخل على الجهاز ده عامل في حاجة فمن خلال الجهاز ده ممكن يضر بقية الاجهزة اللي معها على نفس النيتورك عشان كده بقولك لو حد انت مش واسق فيه ما تدرش باسورد ويهي بتاعك متخش على شبكة انت مش عارف عشان ممكن حد اصلا عن طريق النيتورك يكون قاعد مستنيك تخش عشان يعمل حاجة فهي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتضر بيه عن طريق الراوتر جزء تاني من السؤال كان ايه؟ اه ويبس اويت للأفلام والمساسرات غير ايجي بست شاهد واتشت نتفلكس اشترك في يعني اشترك شاهد بكام تلا اشتركت السنة كل عالة بعضها تلاقي بـ 29 جنيه في الشهر يعني مش تمن ساندوتش طول الشهر يعني ساندوتش تتاكله في نص دقيقة 29 جنيه دول اللي اشتركت بيهم في شاهد هيوض معك شهر كامل وتشت نفس الكلام لو شركة ويت 25 جنيه فانت هتبقى مريح دماغك وبتتفرج بكواليتي احسن وكمان ممكن تعمل داوين لود ومفيش اعلانات وفيش فالموضوع بسيط يعني انا من وجهة نظر حيث انت تشترك الموضوع مش مستهل اصلا ان انت تتفرج على حاجات مسروق حسني بيقول انا معي راوتر ZTE H188A ومسامل واي فاي 2.4 و 5 بنفس الاسم فهل ده معناه ان الراوتر بيادعم التنقل للتلقائي بين الشبكتين بس الراوتر ده بيادعمش تنقل للتلقائي بين توبينت 4 و 5 لان اللي بيادعم يبقى كتب لك كده اختيار بتعلم عليه وبيبقى لتنين من خلاص سيبته بنفس الاسم فانت في الحالة ديت لما تبقى قريب من الراوتر ممكن يبقى هو قريب وشغال على توبينت 4 مع انه المفروض قريب ينقل على 5 عشان ديك تدريتها على ولما مثلا لو انت قريب وهو شغال على 5 فلما تبقى هتلاقي السيجنان عندك ضعفة جدا ما انا قالش عطوبينت في راشن ديك كاوريج اكبر بس في موبايلات حتى لو الراوتر مش داعم بتعرف تتعامل مع الموضوع ده موبايلات زي الايفون مثلا كمان احس في الايفون انت لو عندك راوترين في البيت وراوترين دول مش داعمين الميش نتورك اصلا وحط واحد في مكان واحد في مكان عمالهم من الاتنين بنفس الاسم ونفس الباسورد لما تقرب من ده يشتغل على الاولاني ولما تقرب من الثاني هينقل تلقائي على الثاني من غير ما انت تحس اصلا انما موبايلات غير الايفون في الاندرويد مثلا لما بيجي تضرب لعمل راوترين بنفس الاسم ممكن يبقى قريب من الثاني بس هو لسه متصل على الاولاني ده زم اقفل واي فاي وافتحها عشان يربط على الشرطه اقوى فهي بتبع لحاسها بالسوفت ويربت على الموبايل بيتعمل ازاي انما انت لو عايز الصح فانت لازم تجيب راوتر بيادة عمل الميش نتورك اصلا عشان هو يبقى بشغل تلقائي كده في كل الموبايلات مستنعش السوفت ويربت على الموبايل هو اللي يكون بيعملها احمد سالم بيقول ما عنديش سؤاهل بس حط اسمي في الفيديو الجاية يا نيس متابعك من ايام الخلفية الصفرة بصور انا مش فاكر ان كان فيها خلفية صفرة ارايدة يعني هي كانت خضرة ودي كان اخبى وبيح وتأتنى نعمل بسارتها في حاياتي وامورك شوفتDieوبر عمل ورا الخلفية أحد contrastر picked up is a belt CyЦه اقطر بس ما فيش اي حاجة كده πصورة تشوفوا منظر Ramsay كان عامل ازاي ساعتها فااااااااااااااا crimpsod F5 اكيد طبعا ابدا انت عظرة اسمك بذهب ان انت متابع قديم محمد يقول لو سمحت ممكن توضح لي هذا الراوتر فيديو سيئة اللي هتلغي ولس لك أنه حاجز بعد دخول FTH وإيه الراوتر اللي هيبقى متاح؟ أنا بحب فيديوهاتك جداً وذلك لأني مهوز بالتكنولوجيا استمر عبيبي يا محمد والله يعني ده شرف لي أن انت متابع فيديوهاتي الراوترات القديمة أكيد طبعاً هيبقى ملهاش أي لازمة غير أنت مثلاً ممكن توصلها بعد الـ ONT الراوتر اللي هوبط على FTH يبقى اسمه ONT ممكن توصلها بعد دي بقى كأسس بوينت إن انت مثلاً أكس بوينت تقوي لك الواي فاي في مكان تاني إنما فعلاً لما FTH يشتغلت لغي لأنه مش هبقى لها لازمة عمر دياب بيقول هل شبكة الواي فاي اللي معمول لها إخفاء ممكن برضو تختارها كان الراوتر بتاعي ZTE 2019 وده ممكن يطلع عمر دياب بجده جماعة طب لو أنت عمر دياب قول لي يا فنان انت لماذا مساحة الأغاني بتاعتك من على يوتيوب؟ مش عايزة أعرف السبب يعني المهم شبكة الواي فاي انت تعملها إخفاء دي مش حاجة تخليها متسرقش العادي وفي كذا طريقة الواي فاي بيتسرق بيها تكلمنا عن طرق دي قبل كده كتير ومن ضمنها طريقة الدابلو بي اس اللي هي أسهل طريقة بتخلي الواي فاي بتاعك يختارك بسرعة قفل أو أن انت تخفي شبكة الواي فاي انت أصلاً بتقفل دابلو بي اس فانت كده في إحدى الطرق اللي هي تعتبر يعني أكتر حاجة منتشرة فيهم كده خلاص انت منعتها انما لسه في طرق تانية يعني ان انت بقت لازم بقى تعملوا واي فاي صعب وحروف وأرقام وتعملوا دابلو بي اي 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 اس فعشان تأمن الدنيا أكتر لكن ان انت تخفي شبكة الواي فاي دي مش الترقية الوحيدة انت تحميها نفسك عادي ممكن تتبقى خفيها وتختارك برضو عادي جداً وكده احنا خلصنا نسوش بقى لو الفيديو عجبكو تعملوا لايك الفيديو اشتركوا في القناة وتابعونا على فيسبوك وانستجرام علشان يصاركو كل جديد شكراً لكم جداً جداً على المشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة